سنة 2014 بفضل من الله كانت أسعار البوليوليفين جدا مرتفعة طبعا ما في شك أنه في بعض التأثر في الربع الثالث بسبب انخفاض أسعار البترول ولكن كصناعة بيترو كيمويات التأثير ليست نفس تأثير البترول على البترو كيمويات لأن تدري البترو كيمويات أصلا نعتمد على الغاز الثاني لكن لا يقبل شك أنه في تأثير لكن ليست نسبة تأثير الخام ماذا عن تأثير في الخفاض أسعار الخام على أداء الشركة؟ والله أسعار الخام بالعكس أسعار الخام يجي حسنة أو تكون كلما قلت تكاليف الإنتاج كلما كان أرباح أفضل يعني الفيد ستوك لما أنت تأخذها لأنه أوتوماتيكيا هو بينخفض سعره فبالتالي لما ينخفض سعره يكون من صالح الشركة كذلك ماذا عن تأثير انخفاض أسعار ومبيعات الألف أولوفين على نتائج الشركة لهذه السنة؟ والله الحمد لله مو بهذهك الانخفاض الحمد لله ما كان فيه انخفاض كثير بالعكس حتى كان فيه تطفئة وتطفئة ما تأثرنا بها كثير بسبب أنه كان فيه مخزون فالمستهلك ما تأثر كثير أو العملاء ما تأثروا بسبب الانخفاض كذلك ماذا عن مساهمة كيوكم في النتائج هذه السنة؟ الحمد لله بفضل من الله كيوكم حققت نتائج جدا رائعة تقريبا 90% من أرباح المحققة للمجموعة بفضل كيوكم سؤال أخير كذلك ماذا عن مشاريع التطفئة والصيانة الخاصة بسنة 2015 وماذا عن الأسواق الجديدة التي تطمحون إليها؟ والله التطفئة تدري هذه من صالح الشركة كيوكم بيكون عندها تطفئة في 2015 وكذلك بيكون عندها بعد أربع سنوات اللي هي في 2019 كذلك بيتم عندها تطفئة أما كيو في سيفا بيكون عندها تطفئة في 2016 بخصوص الأسواق أحنا تدري نعتمد على الأسواق الأسيوية كذلك الأسواق الأوروبية والمنتج له ماركت يعني المنتج هو فارض نفسه اللهم ككميات بالعكس العائق الوحيد الذي هو بس انخفاض الأسعار ولا المنتج هو يسوق نفسه